جراحة على الاتفاق النووي تجريها إيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق وعدم تمكن الأوروبيين من ملء الفرغ تقرر طهران خفض تعهداتها في الاتفاق فيما يخص ذخائر اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل وتمنح بقية الأطراف مهلة أقصاها ستون يوما لتنفيذ تعهداتهم في قطاعي النفط والبنوك وتلوح برفع تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطانز واستئناف تطوير مفاعل آراك للماء الثقيل الرئيس حسن روحاني قال إن بلاده لم تختر الانسحاب من الاتفاق لكنه حذر من خطر انهياره وحذر الدول الكبرى من فرض عقوبات وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي لكنه أبدى استعداد طهران للتفاوض نقول للدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي إن طهران على أتم استعداد للتفاوض في إطار الاتفاق فقط وبعد مرور الستين يوما سنقلل من التزاماتنا في الاتفاق وسنزيد مستوى تخصيب اليورانيوم في حل لم يفع أعضاء الاتفاق بالتعهداتهم يقيد الاتفاق النووي إيران ويحول دون الدخار أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ويمنعها من تخزين الفائض عن 130 طن من الماء الثقيل الذي يدخل في صناعة البلوتونيوم الوقود المستخدم في الرؤوس الحربية النووية تقرر إيران اليوم الاحتفاظ بالفائض من هتين المادتين بل وتهدد بالمزيد في وقت ستصل فيه حاملة الطائرة الأمريكية إبراهام لينكولين وقذيفات وقطع بحرية إلى مياه الخليج والمنطقة بينما تحذر راشنطن من خطط إيرانية لاستهداف قواتها المنتشرة فيها لم تتمكن الدول الأوروبية من تنفيذ تعهداتها وباعتقادي أنها لن تتمكن كذلك خلال المهلة الممنوحة نحن نتجه نحو التصعيد ستواجه إيران مزيدا من التوتر سواء مع واشنطن أو العواصم الأوروبية لم ترد طهران الانسحاب من الاتفاق النووي فردت في إطار الاتفاق لكنها تحذر من ردود تقول إنها أكثر قساوة وخطر عليها وعلى العالم تلقي إيران بكرة الاتفاق النووي في الملعب الأوروبي وخلال شهرين فإما أن تسجل هدفا بتعزيز تطبيق الاتفاق وإلا فإنه سيواجه خطر الانهيار وتداعية ذلك عمر هواش RT طهران